القهوة العربية رمز الكرم العربي ودليل على الجود والسخاء كل واحد يسمع دكت المهباش يلفي على جاره بدون دعوة يعرفنا القهوة عنده بفلان يلفي تقاهو عنده ويصبحه بالخير ويشربه القهوة وكل واحد يمشي بطريبه تعد القهوة في العرف من أبرز دلائل كرم العشائر قديما وحديثا جواد الله شرواكم وحدي الله إذا لو طلابه عند جبيله أو عند عشيرة ثانية أو عند قبيلة ثانية يجي هالمندوب من أعرب وجه الجاهة ويفوت على البيت ذكرت الله يقدروه ويحترموه ويصبوه القهوة يركد الفنجال ما يشربه يحطه على الطاولة عنده يقول يوم عز برحمان أنا جايكم والله بغرب جايكم بالطلابه وحتى الله يقول يا رجل ابشر شنو طلابتك ابشر بل جيت فيه لنقدر عليه يقول تقدروا على الطيبة الغانم اللي يخشوا ببيته يقدر الرجال يقول يا رجل شرب قهوتك بل جيت فيه وانت أبوها واسميها وسلامتكم ولفنجيل القهوة مسميات وعادات فكل فنجان يدل على شيء معين اذا انت اكتبيت من فنجال القهوة طبيعي انه انت لازم تهز فنجال القهوة ولكن اذا ما هزيته وظليت ماسك فنجال بيدك هذا احيانا يكون عن جهل وعدم العرف بالعادات والتقاليد لكن صباب القهوة او المعزب يعلم او يعرف انه هذا الرجل يعني ما عنده عرف بالعادات والتقاليد يقول دقها بنجر يسمع كل مشتاق وحرصك من النية وحرصك من احراك وحرصك من حمسك للبن بخفوك للقهوة العربية اهمية ورمزية لدى العرب ولطالما ارتبطت بها عادات وتقاليد وتغنى بها الشعراء وكانت حديث الرجال في مجالسهم وتقدم للضيف بكل الظروف من عمان احمد الدعجة التلفزيون الاردني